السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معاكم شادي عبدو من point trader group مع درس تعليمي جديد. النهاردة ان شاء الله هنكلم عن منصة تداول متى trader 5 كيفية اضافة اه تنبيه سعري الى منصة التداول. في البداية خلص محتاج انك تحمل منصة التداول من موقع الشركة point. هتلاقي في الوصفة الخاص بالفيديو. روابط لموقع الشركة تدخل على الموقع وتحمل معاصر التداول لاي جهاز انت بتستخدمه سواء الجهازك ده كان عليه اندرويد او الاي او اس او ويندوز او ما الى ذلك. حمل البرنامج المناسب ليك وابدأ في التداول فورا ومتابعة اسعار العملات عن قرب. تعا نبدأ درسنا النهاردة ونعرف ازاي ممكن نضيف تنبيه الى معاصر التداول. تنبيه سعري. عندنا اربع انواع من التنبيهات اما انه هو يبقى صوتي او يبقى عن طريق الايميل او يبقى عن طريق انه هو اللي هي push notifications او اللي هي زي pop up كده بتظهر لك على الموبايل. تنبيه على الموبايل يعني زي مسلا كان رسالة على الواتساب بتجي لك يعني نفس الكيفية بس طبعا عن طريق متى او عن طريق ملف. ملف يعني تقول له والله لما السوق يصل الى سعر معين افتح لي برنامج. افتح لي مسلا تطبيق معين. حاجة غريبة بس ده فعلا موجود في المنصة. طيب اسهل حاجة وابسط حاجة هو التنبيه الصوتي. ده مش محتاج منك اعدادات كتير يعني موضوع بسيط. بس ازاي انا ممكن اعمل الكلام ده? على سبيل المسال انا هاجي هنا على اليورو دولار مسلا على ديئة. تمام? ومحتاج في البداية خالص اضيف سعر الطلب وسعر العرض. يعني اوما تفتح المنصة كده هتلاقي سعر العرض موجود. عايزين نضيف سعر الطلب. هتضغط كليك يمين على التشارت وتدخل على اخر واحدة. ومنها اختار شو. وبعدها هتلاقي شو اسك شو اسك برايس لاين. وخلاص نازل كده عندك على المنصة. طيب تنبيه بقى اضيفه ازاي? كليك يمين برضو على التشارت. تمام? او ممكن طريقة تانية برضو. من هنا فيو ممكن تدخل على التول باكس هنا. وبعدها تدخل على التنبيهات مسلا. تمام? وتضغط كليك يمين كده وتعمل كرييت. ده ينزل لك تنبيه على طور. تنبيه بقى اي على اي زوج عاملة انت عايزة. طب تعالى هنا. يعني نعرف ايه الحاجات اللي موجودة قدامنا دي كلها. ده بتاع التنبيهات يعني. زي ما انت شايف قدامك ده موجود في بعض الحاجات المهمة جدا. اولا لازم تعمل للتنبيه. هنا ده التنبيه كده. واحنا اضافنا سعر الطلب برا كده تمام نقدر نشتغل بقى. المتبع انت عايز يعيز صوت. يعني لما السوق يصل الى السعر اللي انت عايزه. يعمل لك صوت. ينبهك بصوت ولا ينبهك بملف. ولا ينبهك بايميل ولا ينبهك اللي هي اللي هي على الموبايل يعني. اختار المناسب لك. خلنا نبدأ الاول بالساوند. وهنا في اللي هو او فترة النفاذ يعني مسلا. عند تاريخ معين. عند ساعة معينة. الامر ده سواء السوق مسلا نوصل للساعة ده او ما وصلش. ينتهي الامر ده. خلاص مش عايزه. فهنا انت ممكن تكتب التاريخ واليوم اللي انت عايزه براحتك الساعة زي ما انت عايزه. او تسيبها يعني زي ما هي كده. مش متعلم عليها. وخلاص عادي يعني هيبقى الامر معاك يعني. هنا السيمبل او زوج الامر اللي انت عايز تشتغل عليه. هنا مسلا ايه? خلانا اختار اا اليورو دولار مسلا. تعمل ده اليورو دولار. ركز معيني بقى في اللي جايه ده ده هو الكونديشن والفاليو. الكونديشن اللي هو ااا الشرط. يعني ايه اكبر من ايه او ايه اصغر من ايه? هنا هتلاقي المقارنة ما بين او الحاجات اللي ممكن تختارها. عندنا هنا سعر العرض. وفي اصغر منه واكبر من. وعندنا سعر الطلب اصغر منه واكبر من. واخر سعر. اصغر منه واكبر من والفوليوم اصغر منه واكبر من. الفوليوم دات يعني في كم سانة مش موجودة اصلا ونزلت. يعني جديدة. وبعدين هنا في taime واللاست بردن ما كانش موجود. يعني حاجتين دول يا tenidoو معجودات نسبانة. ااااones هنا ده الوعيتي. تمام? لو Vatican losing او السعر مقابل الوعيتي. طيب هنا بيقول لي ايه بيقول لي العرض اصغر منه. تمام? العرض اكبر منه. طلب اصغر اكبر. اخر سعر اصغر اكبر وهكذا لحد تحت. طيب بس هو اللي فيه ساوي. هنا بقوله لو كان. تمام? العرض اصغر من السعر ده. مسلا اقوله ده دولار مسلا اقول له واحد فاصل واحد سبعة آآ عشرين. تمام? تعالك تست. اعمل تست كده اعمل اوكي الاول. اهو نزل اهو. تمام? الامر اهو قدامك. في عينة بقوله لما الامر يبقى اكبر من ده. تمام ايه اديني آآ تنبيه. هو طبعا هنا مش ظهر قدامنا لسبب. تعالك كده بص معي. اوكي كده. بص كده. اصغر كمان اصغر كمان اصغر كمان اهو. موجود تحت خالص. عشان الشريط اللي قدامي ده يعني زاهر عامل عليه فوكس قوي فمش ظاهر التنبيه. زاهر تحت اهو. عامل مضافية كده تاني وارجع تاني للامر ده. بقول له لو العرض اصغر من دي اعملي تنبيه. هنا بيقول لك مصدر التنبيه ايه? السورس بتاعه. هل في صوت معين ممكن تجيبه من بره? ولا تختار صوت من الاسوات اللي موجودة قدامنا دي. وتعمل تست عادي وتسمع الصوت. هنا بيقول لك التايم اوت. وهنا بيقول لك يعني كم مرة يعيد لك التنبيه ده. معاك لحد براحتك يعني انت برقم انت عايزه. كل قد دقيق كل عشر ثواني. كل عشر ثواني. او كل آآ تلاتين ثانية او كل ستين او كل تد دقيق او خمستاشر دقيق براحتك. قد ايه عدد المرات اللي يعيد فيها الكلام ده? اختار انت برضو اللي رياحك. تمام? واعمل اوكي. وخلاص كده نزل الامر عندك عن منصة تنبيه صوتي. ودنيه تمام. هنا بقى الكنديشن ركز فيه كويس قوي لان ده اهم حاجة في الموضوع. الكنديشن هنا اهم حاجة في الموضوع. تمام? والفاليو. اخر واحدة تايم ديت يعني دي بقى ما فيهاش سعر. دي فيها ايه? فيها تاريخ. طب تاريخ ايه? تاريخ المنصة? لا مش تاريخ المنصة. تاريخ وقت المنصة? لا. دي آآ بتتعامل مع الساعة. مع الساعة بتاع الجهازك انت. جهاز الكمبيوتر اللي انت شغال عليه. فهنا بقوله خب بالك كمان بقى هي نظامها آآ اربعة وعشرين. نظامها الاربعة وعشرين. يعني مسلا الساعة وليكن آآ تلاتة. آآ الساعة تلاتة معناها كان معناها خمسة عشر. تاتة ونص مسلا يبقى خمسة عشر. وتاتين مساء يعني. لو صباحا يبقى يبقى تلاتة عطول يبقى ايه صفر تلاتة وربع مساء. احسابي لي مساء. فهنا لما الساعة تبقى كزا حيدي التنبيه. معلوش اي علاقة بقى يعني بحاجة سعرية. تمام? طيب هنا بالنسبة للساون تمام. طب الفايل الفايل يا سيدي. هيزهر لك هنا وتدخل على السورس هنا. تمام? تختار بقى ايه? تختار ملف بتاع فايل دوت اي اكس اي. بحيث ان هو يشتغل لما التنبيه يتنفز. تمام? زي على سبيل المساء اي بنامجة عايزه انت عايزه موجود دمك عندك على الجهاز. تقدر انت تتعمل معك نفس الطريقة. طيب ده بنسبة للفايل. آآ الايميل. الايميل بتاعك. برضو نفس الكلام تكتب هنا السورس اللي انت عايزه. الرسالة اللي هتكتبها. وتعمل اوكي. وقت ما ييجي الوقت او سواء بقى اللي انت هتستخدمها ايه? هيبعت لك ايميل. طيب برضو في نقطة صغيرة هنا لازم نحطها في الاعتبار. من هنا. تمام? ايميل. في بعض البيانات اللي انت هتحتاجها هنا. عشان يبعت لك منها للايميل بتاعك. حتى لو الايميل بتاعك عادي. انت ممكن تعمل نفس الحوار ده مفيش مشكلة. بس البيانات دي مهمة اوي. اللي هو السيرفر واللوجين والباسورد والمن والى. تمام? وتعمل لحد ما تصبب معك هنا وبعدها هيبقى الامر ده مفاعل معك في التنبيه ما فيهوش اي مشكلة. بس هو بدايته من من هنا. بدايته من هنا. بدايته من تولز اوبشنز والايميل. ده بدايته. بعدها هيفاعل هنا عادي. تمام? طيب ده من نسبة للايميل. النوتيفكيشن بقى يعني برضو ده الرسالة اللي انت عايز تكتبها مسلا تقول له السعر وصل الى كزا 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 خبها لك مسلا يعني حتى اتصالها طبعا على الموبايل بتاعك. اسمها بوش نوتيفكيشنز اللي هي ام يعني تظهر لك ده على الموبايل كأنها رسالة واتسابة او حاجة بس طبعا من الميتا ترينر فايل. ام من تولز برضو تدخل عادي نوتيفكيشنز. ام بوش نوتيفكيشنز. ام بوش نوتيفكيشنز. ده اللوكل ترمنال هنا اعلم عليها. وهنا في حاجة اسمها الميتا كوتس اي دي. ده هتلاقيه فين? ده هتلاقيه في الموبايل بتاعك سواء ايفون او اندرويد. لما تفتح المنصة على الجهاز. اه في جزء كده ممكن ابقى يعني نشرحه بعدين. هو حتى بيشرح لك هنا بيقول لك ايه? هتلاقيها على الموبايل بتاعك داخل مصر التداول. الابليكيشن بتاع مصر التداول في السيتينجز والمسجز. تمام? هتلاقي الاي دي. حط الاي دي هنا نساخه وحطه هنا. وخلاص كده عندك جاهزة انك تستخدمها عند حاجة معينة. موضوع بسيط جدا ما تقلقش منه يعني بس زي ما قلتلك اعمل الموضوع صح عشان تصل الان على تليجة كويسة. طبعا لو في اي صف سرعة وفي اي حاجة مش واضحة هكون متواجد ان شاء الله ليه رد عليكم سيب بس تعليقك وهرد عليك بشكل مباشر ان شاء الله. اه موضوع التنبيهات ده موضوع مهم جدا. احيانا بس تخدموا احيانا مش طول الوقت. بس في ناس مؤتمد عليه بشكل اساسي. فلازم تعرف ازاي الموضوع ده بتعمل. عشان لو حبيت تستخدمه يعني مستقبلا. بس كده اتمنى يكون الشرح واضح. وتابعوني في الفترة القادمة ان شاء الله في فيديوهيك قادمة جديدة. نشرح فيها المناصة التداول بشكل عام. وغض كل الاجزاء اللي فيها عشان تصل في الاخر الى الاحتراف. ده اهم حاجة بالنسبة لنا. طبق انت عارف كويس ازاي تستخدم ناصة التداول بشكل صحيح. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.